السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. hd هنكمل كلامنا عن الكلسفيكيشن problem. في المرة فاتكلمنا عنnite melex classification. sore multi class classification كلاس فييشن. عايزين هنضيف لهم برضو model classification. طيب. mode classification زي ايه. زي ان انا يبقى عندي صورة ول colocaوا على اكثر من label. يعني ايه اكثر من label. يعني مثلا انا بحاول ان ا 선배 اكلاسيشفاي القطط والكلاب والطيور. فعندي صورة تحتوي على القطط بالاضافة كمان للايه للكلاب. يبقى انا بقول له او عايز بتاعي ان هو انه جوه الصورة دي جوه الامبوت ده عندي طيب اتكلمنا المرة فاتت وعملنا دمي داتاست كده عندنا هنا اللي هي اللي هي بتمثلها اللون الازرق والسيركلز اللي هي بتمثلها اللي هي اللون الاحمر ودينا كل منهم ايه نمبر كده فمسلا الازرق كلاس زيرو والاحمر ده كلاس ايه كلاس ون طيب ومشينا مشينا لحد ما عملنا اه للداتا بتاعتنا اه لاتي برسنت ايه اه ان شاء الله طيب تعالى نبيلد الايه تعالى نبيلد الايه الموديل بلدنج ده موديل طيب عشان نبيلد الموديل محتاجين ايه تعالى نيمبورت طورش ونقول فروم طورش امبورت ان ان ودايما نتعاود ان انت تكتب الدفايس ايه الدفايس اجنوستيك اه كود عشان تشوف انت هتحط الحاجة بتاعتك على انهي اه على انهي ديفايس لو عندك جي بيو او لو السي بيو اه على طول طيب الكو ده هنقوم اقالين ايه اف لو عندك جي بيو فحطها جوا الدفايس ما عندك شي خلاص يبقى ايه يبقى جزاك الله خيرا طيب يبقى احنا كده ايه احنا جبنا الدفايس اه بتاعنا طيب اه واللي هنخلي الموديل بتاعنا دوت هنقول مثلا ايه we will construct constructed with two two linear layers اوكي طيب هنحطه ازاي وهنعمل ازاي الاتنين linear layers دول تعالوا هقول مثلا هعمل كده ويهي هسميه سيركل موديل آآ في زيرو مثلا وده هيسبكلاس الان ان دوت موديول طيب هنقول ايه هنقول ديفاين انت سيلف آآ وهنكتب السوبر سيلف آآ ضط انت طيب بعد كده هنعمل ايه احنا عايزين نعمل موديل يبقى جوه ايه يبقى جوه اتنين لينير آآ ليرز فانا هقول له سيلف ضط لير وان بتساوي ان ان دوت لينير واي سيركل عندي بتتكون من كان فيتشر من اكس وان واكس اتنين صح مش ده الي احنا عملنا في فق هناطرف انا نطلع 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 انا عندي اكس وان واكس اتنين دول بيكونه سيركل ومثلا السيركل دي واندي بنواد اكس واحد واكس اتنين دول بيكونه اسيركل ودية ليبل آآ زيرو فانا عندي عشان اكون اي سيركل من دول محتاج اكس وان و اكس اثنين صح كده two features فاللي داخل هنا للموديل بتاعي هيبقى two features طيب مفروض ان انا عايز اكون ستركت ايه hidden layer صح فانا هخلي الهيدن layer دي five perceptrons طيب بعد كده هقول له self.layer2 بتساوي n.linear ودي بتاخد خمسة لازم يماتش الهيدن layer هنا بالليير اللي بعدها فدي هتاخد الخمسة اللي قبلها وتخرج لي cam feature دي هتخرج لي output على طول طيب ال output عندي هيبقى ايه هيبقى يا اما زيرو يا اما واحد فكده binary اوكي فانا هخرج او neuron واحد بس ده بتاعي طيب هن define forward تعني كتب كده forward method دي هتاخد self وهتاخد x و x ده نوع torch dot tensor طيب وبرضه ممكن ممكن نقول ان دي هتريتيرن torch dot tensor يعني طيب هنقول ايه هنقول دي هتريتيرن اه return 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 هترجع x ولكن x دي احنا عايزين نعديها على ايه اكس دي مسلا اين كان بقى ال input data اللي داخل فاحنا هنقول ان x دي محتاجين ان احنا نعديها على self dot layer one وبعد كده ناخد self dot layer one دي ونعديها على self dot layer اه layer اتنين تمام تمام طيب احنا كده اعتبر عملنا المودل بتاعنا تعالى هنقل المودل ده هنقول مثلا ده مودل اه مودل زيرو وهنقول ان ده هننادي على مودل اه V zero دوت وهنقول ايه هنقول dot two ونحطه على ال device كده احنا المودل بتاعنا بقى على طول على الجي بيو اوكي اوكي تعالى نشوف كده تمام انت لما طبعت المودل قال لك والله دوت بيتكون من in features اتنين عندك ال out features اه خمسة وال bias true في bias term محطوط وهنا ال in features خمسة ومخرجها لك ايه واحد طيب تعالى كده نبص او نعمل اه visualization ليه الموضوع ده انا هنا كده في ال playground اه تنصر فلو play playground تمام انا عندي هنا two hidden layers which is not my case ثانية واحدة انا عايز هنا كده احط ده ولكن تمام هنزود هنا واحد كمان كده تبقى دي الكيز بتاعتي بالزبط انا عندي features هنا اللي هي اكس وان واكس اتنين وعندي hidden layers اللي هي او دول ومخرجها لي هنا ايه على وان دوت المفروض ان هو يعمل ايه يقول لي ازا كانت البوينت اللي دخلها دي بتنتمي او او ايه او او طيب عشان برضو تبقى انت ايه معايا في الصورة او عندك visualization ليه اللي بيحصل جوه عايزين برضو نتكلم على طريقة تانية لconstructing the same model يعني انا ممكن اكتب الموديل ده بس الطريقة تانية طيب ايه الطريقة التانية طريقة طيب تعالى نقول له ان انا والله عايز اعمل اه موديل زيرو دوت ولكن موديل زيرو ده بيساوي بيساوي ان ان دوت سيكونشل جبت كده وقلت له ايه حط لي ان ان دوت لينير معايا كده نفرد الحاجة قدامنا ان ان دوت لينير اتنين والهيدن اه خمسة وبعد كده ان ان دوت لينير برضو وخمسة وايه وخمسة وواحد وبعدين ممكن امقيل له هنا كده دوت تو ديفايس ولو قلت له روح نادي على الموديل زيرو تعالى نشوف كده اه ده نفس الموضوع بالزبطة طيب الفكرة بقى في ايه او ايه الاختلاف السيكونشل هنا هي عبارة عن ان هي اللي هتكتبه جواها هتمشيه في دايريكتلي يعني ده انبوت اللي انت هتديه للان سيكونشل ده هتمشيه على الان ان دوت لينير على طول وبعد كيتمشيه على اخته اللي هي الايه اللي بعدها طيب اه طب ايه الفرق بقى لما انا جي اعمل هنا مثلا كلاس كده واكتب بالشكل ده الفكرة هنا ان انا بيبقى عندي اه القابلية ان انا احط اه بلوكس اكتر وامشي الاكس بتاعتي او بتفرد انبوت ايه بالطريقة اللي انا عايزة يعني هنا انا ممكن مثلا اه ممكن احط اي حاجة مثلا ممكن احط سيلف دوت لير اه لير تلاتة وبعدين اقول مثلا لير تلاتة ده بتساوي تمام تعالا كده ناخد ده اي حاجة سيلف دوت لير تلاتة بتساوي الموضوع دوت واجه اقول ايه واجه اقول والله ان انا عايز الاكس ديت ايه احط عليها مثلا بلاس كده سيلف دوت لير اه لير تلاتة طيب مش هعرف اعمل الموضوع دوت فين في السيكونشل السيكونشل هو عبارة عن ان هو بياخد اي ان كان الامبوت اللي هو اللي داخله ايه ويعديه على اللجوه بالترتيب اعديه على اول لير بعد كده اعديه على تاني لير اه لير وخلاص ويطلع لك الايه ويطلع لك الاوتبوت طيب تعالا كده احنا خلاص بقى ايه نمسح ده طيب ممكن يعني اه نكتفى بكده ونكمل بازن الله السيشن الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة